شهد ملعب نادي دوهوك يوم الجمعة حضوراً رسمياً شعبياً في افتتاح دور نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025 ألقى رئيس حكومة قليم كردستان مسرور بارزاني كلمة الافتتاح ونزل إلى أرضية الملعب وحيى الفريقين فرداً فرداً بصحبة رئيس رابطة لاليغا ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السيد عدنان درجال وأيضاً التقط صورة تذكارية مع حكام اللقاء ولعبي الفريقين وقبل بدء مباراة نادي دوهوك وزوراء تم إنزال الكرة الخاصة ببطولة الدوري عبر طائرة هليكوبتر خاصة وتم تسليمها لحكام اللقاء شكراً للزمير العزيز على هيتشل وشكراً لضيوفك الكرام بسم الله وعلى بركة الله وصلاة وسلام على أشرف الخل فاتم الأنبياء فصلوا عليه طاه النبي المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025 البداية والانطلاق من جديد لدور نجوم العراق بنسخته الثانية وبالتالي هنا اليوم البداية بالنسبة لهذا الموسم قبل قليل شاهدنا مباراة أربيل والانتصار الذي حققه على فريق ديالة بهدفين مقابل هدف واحد هنا الافتتاح الرسمي لدورينا عبر بوابة دوهوك والزوراء من خلال هذا الملعب ملعب دوهوك الذي يحتضن هذه المباراة هنا حفل الافتتاح الذي كان قبل قليل وانتهى بيوم جميل بأمسية جميلة وبالتالي الكل يعني بأنه المباراة مباراة مهمة مباراة الافتتاح ومباراة الافتتاح دائما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من خلال حضور الشخصيات البارزة في الحفل الافتتاحي والدعم الجماهيري الكبير مما يعكس شغفا الجماهير العراقية بكرة القدم وحبهم للمنافسات الرياضية